خائفة تبدو أيام صنعاء ووحيدة كأي مدينة مختطفة ما تقوله يوميات الترهيب الملشاوي وصناعة الذعري ومحاكم الإعدام والقصاص الشكلية لأحكام صدرت سلفا لا غاية لها إلا إرهاب الناس وبسط جناح الخوف والبطش على البسطاء فماذا أحدث عن صنعاء ويومياتها لا تخلو من اختطاف أو انتهاك وسلم التهام مستمر لما تبقى من أصول الدولة وتآكل صورتها في أذهان الناس التي يراد ترويضها على نمط حكم قديم وفكرة قائمة على اغتصاب السلطة وحق الحياة حكام من اللصوص نصبوا أنفسهم عبر ما يسمى بالمجلس السياسي الناتج عن تحالف أعداء الأمس وشركاء جريمة اليوم هذا التحالف الذي لا يزال الأفتة العريضة التي يجري تحت عنوانها تآكل الدولة والمجتمع وتلاشي صنعاء التي تحول سكانها إلى أيتام على مائدة اللئام منذ اختطاف الدولة وإسقاط المؤسسات كان التحالف بين المخلوع صالح وميليشيات الحوثي يمضي كاشفا عن أوراق النقمة والمطامع في محاولات لاستعادة السلطة والثروة في الوقت الذي كان فيه المجتمع الدولي يحاول رسم جسر التقاء في بحيرة الخلافات اليمنية اليمنية في الكويت كان التحالف الإنقلابي يطلق الرصاصة الأخيرة على المشاورات بإعلانه تشكيل مجلس سياسي قضى بدوره على رجاء اليمنيين المنهكين الحالمين بالتوصل لسلام ظهر للجميع عدم رغبة تحالف الإنقلابي بالتوصل إلى اتفاق يفضي إلى سلام أي منهما التحق بالآخر وأي من الأخوة الأعداء هو المستفيد الأكبر من هذا التحالف يظل الوطن الخاسر الأكبر من هذه الأحلاف والاستفافات القائمة على البارود والدماء